السلام عليكم. انا نتكلم على رموز اعطال غسالة بوش. اه ايه معنى كل رمز عطل وازاي نقدر نحلوه? او ايه سبقه? رمز اي واحد او رمز اف اتنين. اه كلهم معنى واحد لكن بتختلف من موديل الغسالة للتانية. اه كلها بوش لكن الموديلات المختلفة. مشهرانة الى وجود خلل في نظام التسخين بالخاص بالغسالة. المشكلة بيكون فيه السخان نفسه. فيه رواسب كتير فبيمنع اه التسخين كويس. او السخان نفسه اه فيه مشكلة. وكمان ممكن يكون الوصلات بتاع التسخين. ودي اه مش هتنقدر صاحب الغسالة مش هتقدر يعملها بنفسه. لازم فني متخصص علشان اه اختبار السخان او خروجه من الغسالة ما بيكونش بسهولة. الا لو حد عنده فكرة بالموضوع. رمز ايه اتنين يشير هذا الخطأ. وجود عطل بمحرج الغسالة وعدم دورانه. ممكن تكون حاجة ما بين الحالتين فبيمنع دوران المطور الغسالة. او كمان ممكن يكون المطور نفسه فيه اه محتاج سيانة زي شربون او اه وصلاته. الوصلات بتاعته فيها مشكلة. المهم من عطل ايه اتنين دي مشكلة خاصة بمحرك الغسالة. فلازم فحص علشان يتعرف اه المشكلة في المطور نفسه او حاجة اه خاصة بالمطور زي الوصلات او حاجة منعه من الدورة. رمز ايه تلاتة يشير هذا الخطأ ان باب الغسالة غير مغلق. اه ولا يمكن البدء بالغسيل. طبعا الغسالة فيها امان ان ان ما تبدأش الغسيل غير والباب يكون محكم الغلق. احنا ممكن نكون نسينه شوية مش مقفول كويس. بيظهر عندنا ايه تلاتة. وممكن يكون مقفول كويس. ده بيكون تلف بتاع الباب. اللي بيد امر ان الباب مقفول وكهرباء فيوصل القهرباء للغسالة وتبدأ تشتغل ممكن يكون تالف ومحتاج تغيير. عملنا فيديو عملي ازاي نقدر نغيره وهو من الحاجات السهلة. اه رمز ايه اربعة يشير هذا الخطأ الى تسخين المياه في دورة لا يوجد فيها تسخين. ويعود السبب في ذلك ووقود عطل في نظام التسخين. اه ممكن يكون السخان تالف برضو. وغالبا بيكون الحساس بتاع السخان. اللي هو حساس بتاع اه بيشوف درجة المياه. درجة حرارة المياه. اه بالزبط علشان زي ما احنا محددينها. فممكن يكون تالف او السخان نفسه تالف او برضو ممكن يكون رواص بمحتاج تنظيف. رمز ايه خمسة ورمز ايه سبعتاشر. مشريران على عدم امتلاق حوض الغسيل بالماء في الوقت المطلوب. وده اه بكون سهلة ونقدر نعملها بنفسنا. ولازم يتعمل باستمرار ان احنا نيفي الحنافية ونفك الخرطوم اللي واصل للغسالة. اه بيميت دهب المياه. هنلاقي مصفاء اه نقدر ننظفة من الرواسب والانسداد. هتشتغل معانا المياه وتبدأ تملى معانا بسهولة. علشان الوقت الملوه لازم وقت محدد. لو فضلت مطولة او المياه بطيئة جدا فالغسالة بتقف وهيسهر لنا الوقت بتاع ايه خمسة او ايه سبعتاشر. رمز ايه ستة? نشير هذا الخطأ ان الغسالة غير قاطرة على تصريف المائية. طبعا ممكن اغلب الاحيان او اغلب الاسباب ان هو بيكون الفلتر مسدود. او خرطوم التصريف ملتوي. والحاجات التانية اللي هي الفنية ممكن يكون مضخة التصريف نفسها فيها مشكلة او الوصلات بتاعها فيها مشكلة. فمحتاجة تغيير او تصليح. اه رمز ايه تمانية يشير هذا الخطأ الى ارتفاع مستوى المياه في حوض الغسيل ويعود السبب في ذلك الى صمام المياه عالك. ممكن يكون الصمام آآ تالف. آآ وده نعرف تالف ولا لأ لو شنا فيش الكهربا خالص من الغسالة والصمام لانها بينزل مياه يبقى تالف ومحتاج تغيير. لكن لو بس بتملى مياه باستمرار آآ اثناء الغسيل لما يكون وصل لها كهربا ممكن يكون ميزان دخول المياه او البراشر او الخرطوم بتاع ميزان آآ المياه آآ مزدود او مقطوع فلازم برضو فحص في الحالات لانشان نعرف نظام آآ صمام او ميزان المياه. رمز تسعة يشير هذا الخطأ في تسريبات في الغسالة يمكن تحقق من خرطيم المياه ونظام التصريف. طبعا احنا لو نسينا آآ في حساس بيكون في الغسالة. بيحس ان لو في مياه تحتها. فبيوقف الغسالة ويظهر لنا عطل ايه تسعة. وده بيكون لازم احنا نكتشفه بنفسنا. اول حاجة نتأكد منها ان الفلتر اللي تحت مقفول كويس. لان لو مش مقفول كويس او الجوان بتاعه بيصرب مياه. هينزل مياه تحت الغسالة. وكمان ممكن مياه الغسالة. نشوف اي خرطيم مقطوع او قسر في الحلة. او آآ كسر في مضخط التصريف. علشان آآ نقدر نحل المشكلة لازم نعرف هي ايه. ولازم نشوفها المياه بتنزل منين او التسريب جاي منين بالزبط. لو ظهر معنا ايه تسعة. اما الرمز ايه عشرة يشير هذا الخطأ الى وجود اعطال ووظيفية. لا يمكن تشخصها وانها سوف توقف تتوقف قريبا. يعني ايه عشرة. رمز آآ مالوش معنى يعني قوي لكن هو وقف الغسالة. ممكن تكون بقى كهربا ضعيفة. فنبدأ نشغل آآ وقت تاني. ممكن يكون المطور سخن اكتر من اللازم. فنبدأ برضو نفصل ونشغل وقت تاني. آآ وممكن يكون الكارتة آآ حصل فيها تهنيج او فيها مشكلة. فبرضو هتشتغل نفصل ونشغل وقت تاني. هترجع تشتغل معنا لكن ما يكونش فيها عطل محدد. رمز ايه احد واشر يشير هذا الخطأ الى وجود خلل في الطاقة القهربية في الغسالة. احد واشر بقى آآ بيقول ان في شرط او كهربا عالية زيادة عن اللزوم او كهربا آآ زيادة عن اللزوم او شرط اللي هو آآ اسلاك موصلة ببعض او خطأ في التوصلات. آآ فا لكن غالبا اللي بيحسن ان الكهربا بيكون ضعيفة برضو نشغل في وقت تاني لو ظهر معانا ايه حداشر. وجود شيء يمنع اغلاق. آآ رمز آآ ايه ستاشر وايه تمانية وايه واف ستاشر واف اربعة وثلاثين كلهم معنا واحد بس برضو بيرجع لنوع الموديل بتشير هذه الرموز الى ان باب الغسالة غير مغلق او غير محكم الغلق. اول حاجة نتأكد من الباب. كويس جدا. ولو الباب مقفول يبقى مشكلة في آآ بتاع الباب. او آآ في جلدة الباب منعة القفل الباب كويس. منعة قفل الباب. نتأكد ان هو مقفول كويس. ما فيش حاجة منعه من القفل الباب. من قفل الباب كويس. او اللوك بتاع الباب. احنا طبعا عملنا فيديو عملي. ازاي نقدر نغير اللوك الباب وازاي نقدر نختبره. آآ رمز ايه تمنتاشر يشير هذا الخطأ الى وجود اجسام اجسام صلبة مثل العملات المعدنية في حوض الغسيل يؤدي زلك الانسداد خرطوم التصريف. لما بننسى عملات معدنية او اكسسوارات اللي بيكون في الملابس طبعا دي بتنزل في ما بين الحلتين وبتسد التصريف. فبيزهر معانا ايه تمنتاشر. واحنا برضو آآ عملنا فيديو عملي ازاي نقدر نخرجها بدون نفك الحلة. وفي حاجات تانية لازم نفك الحلة او الغسالة بالكامل علشان نخرج العملات المعدنية دي. او اي حاجة محشورة وما بين الحالتين بتوع الغسال. رمز ايه اتنين وعشرين يشير هذا الخطأ الى وجود تلف في مستشهر درجة الحرارة. يجب التحقق من وجود كسر في الاسلاك او عدم توصلتها بشكل صحيح. الحساس بتاع درجة الحرارة اللي بيقيس درجة الحرارة بتاع تسخين الميا. ده بيقول ان في مشكلة. فبيزهر معانا. آآ رقاط ايه اتنين وعشرين. ممكن يكون الحساس نفسه تالف او ممكن يكون الوصلات بتاعته فيها مشكلة. آآ رمز ايه تلاتة وعشرين يشير هذا الخطأ آآ عند حدوث تسريبات في الغسالة. والسبب الاكثر شيوعا هو استخدام صابون غسيل خاطئ بسبب رغوة قصيرة. آآ لو استخدمنا مسحوق اكتر من اللازم. او آآ آآ المسحوق آآ تالف او مسحوق في رغوة عالية. هيظهر لنا العطل ايه تلاتة وعشرين. لان الرغوة هتنزل من الغسالة من عمد الباب وتنزل تحت الغسالة فيحس ان فيه تسريب. وممكن لو آآ مفيش رغوة ومفيش ايه مسحوق آآ زيادة ممكن يكون فيه كسر او قطع في الخراطيم اللي هو آآ بتنزل مياه اسفل الغسالة فيظهر معانا آآ العطل برضو فلازم تشفى بنفسنا زي ما قلنا قبل كده. رمز ايه ستة وعشرين. نشير هذا الخطأ عندما لا يعطي مستشعر الضغط قراءة صحيحة. لزا يجب التحقق من قلبوب الضغط آآ بحسن عن اي انسداد وان لم يكن هناك انسداد آآ يجب آآ استبدال مستشعر الضغط. مستشعر الضغط اللي هو ميزان المية. اللي احنا كلمنا عنه بيكون ميزان المية ده واصل بخرطوم لآآ غرفة البخار او للغسالة من تحت حلة الغسيل. ممكن يكون مزدود. مزدود بسبب آآ رغوة ممكن يكون مزدود بسبب رواصب او اوساخ من الغسيل. فيحصل مشكلة ان هو مش هيقدر يتحكم في كمية المية او مش هيقدر يحددها بالضبط. فيظهر معنا عطل اي ستة وعشرين. فلازم ننظف خرطوم ميزان المية. آآ وكلمنا برضو او عملنا بطريقة عملي. رمز اف واحد يشير هذا الخطأ الى وجود عطل فيه صمام مدخل المية. كده الصمام فيه مشكلة او ممكن يكون مزدودة برضو. وآآ اللينا القراءة بتاعته لو محتاجين نستبدله. آآ طبعا ده للفنيين عرفوا سليم ولا لأ. آآ بيقرأ من الفين لاربع تلاف قوم بس احنا طبعا عملنا ان احنا نجرب مباشر آآ افضل بالكارابة مباشر. لو شغال على متين وعشرين. رمز اف تلاتة واف تمنتاشر. شراء شراء الى وجود خلل في مداخل التصريف. لازا يجب فحص المدخة. برضو ممكن يكون انسداد في الفلتر وممكن يكون انسداد في خرطوم التصريف وممكن المدخة نفسها آآ فيها مشكلة. وقال لنا ازاي برضو نقيس المدخة آآ ممكن تكون اريا معانا كويس لكن آآ المدخة التصريف او بعض المواتير او الحاجات اللي بتشغل بدوران بيكون فيها اعطاها الميكانيكية واعطاها القهربائية. ده تقراها ممكن يكون القراءة معك صح لكن فيها عطل ميكانيكي. الدوران مش شغال كويس. فبتحتاج تتغير لو ظهر معانا عطل اف تلاتة او اف تمنتاشر ده بيحتاج تغيير مدخة التصريف غاليما بعد ما نقيسه نتأكد برضو. رموز اف اربعة و اف خمسة او اف واحد وعشرين و اف اتنين واربعين و اف تلاتة واربعين تشير هذه رموز الى وقاط وعطل في محرك الغسالة او تلف اجزاؤه اه في فرش الكربون. اه غالبا بيكون الشربون تالف او التاكل محتاج تغيير شربون ودي حاجة من السهل ومش مكلفة. اه لكن لازم برضو فحص المطور ممكن يكون فيه مشكلة نفسه في الاجزاء بتاعته لو ظهر معانا الرموز دي. او في اه ممكن يكون اه يستبدل او تالف او محروق برضو كلها دي اسباب لازم الفحص الاول اه قبل تغييره علشان ما يبقاش مكلف لنا.